السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة ديت اليوم فاتح شعبان في أغلب الدول الإسلامية والعربية بطبيعة الحلقين بعض الدول اللي هي استثناء بحل المغرب اللي غدا غيكون عندهم فاتح شعبان بطبيعة الحلقين بغي نبارك لكم العواشر يا إخوان والله يدخل عليكم هات الشهر بالصحة والعافية وفي الحلقة ديت اليوم غنطرقوا بزاف ديت الأخبار اللي هي مهمة اليوم تفاديت الأخبار ديال الجالية بحكم أنه مؤخرا كتروا الجرائم بزاف ولكن غامشوا نتكلموا يا إخوان في الفقرة الأولى على واحد الهجوم جابان تعرض لي مسجد بيت من بيوت الله اللي كان في شمال إيطاليا وشعلوا فيه العافية مع الفجر وهربوا وخلوا يا إخوان الإمضاء ديالهم على الباب غنعود لكم أشنوكين واللي محزين بزاف فهذا الحالة هو أنه الصحافة الإيطالية كل هاي إخوان تتجاهل الخبر وكو كان معبد ديالش ديانة أخرى را كانت غتنودي إخوان القيامة غن تكلموا كذلكي إخوان على بطاقة الإقامة الدائمة الناس اللي عندهم الكارتة ديال الصجورنو هذيك ديال ديمة اللي هي ورقة أو عندهم الكارتة ديال الصجورنو اللي هي ورقة ديال 5 سنين راه قرار مهم من هنا يا شهر 8 خسكم تجدو وشوفوا التفاصيل من موقع حكومي كيفما أنه الأمر يا هم الناس اللي عندهم الكارتة ديال الصجورنو ديال ديمة مشي عير ورقة ولكن هذيك السكيدة البلاستيكا اللي عنده الكارتة ديال الصجورنو مكتوفها اللي ميطاتو لابد أنه يتفرج في هذي الفقرة باش يعرف الجديد ويعرف راسه واش يقدار يسافر بها ولله كيفما غن تكلموا يا إخوان فهذا الفقرة على هذي العلامة اللي كتر عليها القيل والقال بعض الإخوان كيقولي شنو هي العلامة اللي في هذيك الجرانة اللي في هذي الدفضاع أشنو كتعني غنشرح ليكم هذي العلامة اللي تقدروا تلقوا يا إخوان على القهوة على الزيوت على البانان أو كذلك الأراناس وبزيف ديال المنتاجات وغن تكلموا كذلك على القمح يا إخوان وواش كيحطوا فيه فعلا يا إخوان تحين ديال الحشرات ولله كيفما أنه غن تكلموا على أهم حدث اللي وقع اليوم يا إخوان على المستوى الدولي كل شيكا نكي ينتظر الخيطة بديل بوتين اليوم بوتين تكلم قلب لأنه يستحيل هزم روسيا في الميدان وتكلم كذلك على بزيف ديال الأمور الخيطة بديلو دام ساعة وربعين دقيقة تكلم فيه على الاقتصاد تكلم فيه على الحرب تكلم فيه على الشواد وشوفوا أشنو قال عليهم وغنشوفوا كذلك الرد دي إخوان من بايدن اللي كان في خيطة بقاصير غنقول لكم أهم الأشياء بطبيعة حلقة في من عادة أشكركم جزيلا شكر على الدعم ديالكم للقناة والناس اللي ممش شاركاش اششاركوا بشقوا توصلوا بالجديد إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهذا الفقر يا إخوان غدي نتكلموا على واحد الهجوم اللي تعرض ليه بيت من بيوت الله في شمال إيطاليا وشوفوا معي الفيديو رفي عرسة ديالتواني هذا اللي شفتم معي يا إخوان في الصورة هو المسجد ديال مدينة تورطونا اللي كتواجد في البروفينشة ديالاليساندرية وبالتحديد في الجهة ديال بيمونتي اليوم في الصباح معربعي يا إخوان شي واحد شخص يا إخوان بسبب دوافع اللي هي ديال الكراهية وديال العنصرية والكراهية ضد المسلمين مشاي إخوان إلى المسجد ديال المدينة تورطونا وشعل فيه بعافية معربع ديالصباح بطبيعة الحال المشكل اللي كيني إخوان في هاد القضية كاملة وانا كنت أسف بزاف لهات الشي وكن بغي نسطر على وحد الحاجة اللي هي مهمة أنا أتكلم بالاسم ديالي الشخصي لا أماتي لأي جمعية ولا أماتي لأي مسجد وما تكلمش مع الإدارة ديال هاد المسجد ولكن كمسلم غايور على الدين دياله وشاف بلا أنه الإسلام يتعرض لي هجوم ولكي تعرض الكراهية بغي تكلم يا إخوان يقول الرأي دياله أنا لو قيت اللي بغيت نقلب يا إخوان على الخبر ما لقيتوش في الانترنت نهائيا عيت ما نبحث عليه ما كينشي إخوان شي صحيفة وطنية أو صحيفة جهوية أو إقليمية كلمات على الخبر كين وحد صحيفة صغيرة محلية هي اللي ذكراتي إخوان ذاك الشي اللي قلسين ذاكو ورطبيط الحال هناك يتبين بلا أنه كين يا إخوان وحد غيطاء على هاد العمر ديال الكراهية اللي تعرضوا ليه المسلمين طبيط حالي إخوان الحاري قراكف ما غدي تشوفوا معايا راد خلحت لداخل وهناي إخوان الزرابير هم تحرقوا السقف ديال المسجد تهوي التحرق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هاد الشي اللي غادي نقولوا حسبنا الله هو نعمى الواكيل والله ياخد الحق فهاد السيد اللي دار هاد العمل طبيط الحال الحاجة اللي هي مهمة وكل بغين نسطر عليها السين داكو أشنو قال السين داكو قال بلا أنه الجالية المسلمة ديالتورتونة هي واحد جالية نشيطة وحتلية مدية الكوفيد نخارطه في الأعمال الجمعوية وعاونوا الناس اللي كانت محتاجة من المسلمين والغير المسلمين وكيشكر الجالية المسلمة وكيقول بلا أنه التحقيق رغادي بيلينا أشنو قع وكيطالب باش أنه ما يكونش تسرع وأحكام على هاد الحدث قال لك ربما يقدر يكونش يمسطيه ولدار هاد العمل ولذلك نتسنو التحقيق ونتكلمه لا ما نتسنوش التحقيق خاصنا نتكلمه عاد نشوف التحقيق أشنو غادي خرج لأنه وإحنا فعلا ما كنت تهموش جميع الناس وما تنقولوش بلا أنه المسيحيين هما يهجموا على المسلمين حاشا ولله احنا مش يدير هاد الهضرة وحنا مش يكن عمو احنا عارفوا بلا أنه الإسلام تعرض لهجوم في السنوات الماضية بسباب جماعات إرهابية وما بغيناش أنه ذك شركة دير جماعات إرهابية بالاسم دير الإسلام يتعمم على جميع المسلمين كذلك ومثال فهذا الحال ما كنت نقولوش المسيحيين هما يهجموا على الإسلام أو على المساجد ولكن كين واحد شخص أو أشخاص اللي هجموا على هذا المسجد وخاص يعاقبهم القانون كيف مكل حال ديالهم وحاجة اللي هي مهمة أنا يعني في الأول قلت تتسين داك عنده الصح ربما تقدر تكون كذلك واحد السيركوي اللي وقع في المسجد رأي الحوادث كتوقع الضو يقدر يكون في واحد السيركوي تشعل العافية ولكن يا إخوة الفاعل ديال هاد الجريمة خلى كذلك يا إخوة الإمضاء دياله وهناك يتبين لي يبدل أنه الشخص راه عادي وممريتش عقليا لأنه يا إخوة على الباب ديال المسجد من اللي يا صار خلى واحد صاليب يا إخوة مقاد ومن الجهة اليوم نخلى صاليب اللي هو يا مقلوب هذا إمضاء ديال المجموعة دياله ولدياله هو كشخص وانتمنى وتحقيق يا إخوة يشده رطبيت الحال كيف ما قلت لكم صمت راهيب في مواقع التواصل الإجتماعي في نشرات الأخبار في الصحف الإيطالية البالغ الوحيد اللي خرجي يا إخوة رسمي البالغ اللي كتشوفوا معايا من الموقع ديال الاتحاد لهي قد الإسلامي هنا في إيطاليا لوكوي مرفوق بالصور لأدني إخوة هذا العمل اللي فيه كراهي للمسلمين وقدم كذلك إخوة تضامن ديالهم مع الجالية المسلمة ديال المنطقة ولذلك هذا هو البلاغ الوحيد اللي كان حاليا إخوة رسمي من شجيها هنا في إيطاليا هو ديال لوكوي ولذلك الله يدير شتو ديال الخير وصراحة درني خاطر بزاف خصوصا أنه هذي شهرين بالتحديد في مدينة ترياستي كانوا رسموا يا إخوة واحد العالمة ديت النازية على واحد المعبد يهودي وتشوفوا يا إخوة السياسيين كيفاش خرجوا دخل بريفات ودخل رائز ديال جيه ودخل سيندك ودخل جورجا ميلوني وكل شيء يتكلم على أنه الكراهية خصص حبسه ما خصص شكون ولكن يا إخوة إحنا يا أراه ما شير رسموا لنا واحد الرمز ديال واحد العنصرية وديالكراهية إحنا رح أرقوا المسجد ومع ذلك تشي واحد ما كتكلم الله يدرش تودة الخير والله ياخد الحق في هات السيد فهذا الفقرة يا إخوة غدي نطرق المعلومات غاية في الأهمية اللي كتخص البرميسو ديال صجورنو وانتمنى من القلب ديالي أنه هو أي شخص طح في الده هذا الفيديو وعارف بلأنه كان الناس في هاد الحالة إرسلوا ليهم باش ما يفوتش عليهم الفوت خصوصا أنه التاريخ وآخر أجل بدك يقترب يا إخوة نوعا ما المعلومات ركننا أخدهم من الموقع ديال الانديماج ديال المهاجرين اللي هو موقع تابع للحكومة الإيطالية يعني موقع اللي هو رسمي وغنشوفوا كذلك الموقع ديال كويسورة هو إخوة اللي يعطينا معلومات حتى هي في هاد السياق ولذلك المعلومات موجهة للناس اللي عندهم البرميسو ديال صجورنو الكارطة ديال صجورنو لأنهم خداوه حيث كين فرض من العائلة ديالهم عنده جنسية إيطالية كيت تعطاهم داك البرميسو ديال الصجورنو ديال مدة خمس سنين وكنت تكلموا على الكارطة ديال الصجورنو اللي هي بيرمننتي ديال 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 اللي هي على شكل ورقة إذا كان عندك مستهج تربة صدر ديمة على شكل ورقة، أو مستهج تربة 50 على شكل ورقة، القانون يخصك لأنه في سنة 2021 إيطالية دارت القانون الجديد يا إخواندي مستهج تربة اهل تحضر أوروبي وخدعات لي وغيرت بزاف دي القوانين من بين القوانين اللي غيرت هو أنه هاد الناس اللي ذكرت حالياً اللي عندهم هاد النوع دي مستهج تربة صدر دي مستهج تربة صدر ديمة بجوده يعني يكون ديال بلاستيك ما يكونش ورقة يا إخوان وما يكونش إخوان قديم بالطبيعة حل كنتكلموا على الكارتة ديال الصجورنو ديال مدة 5 سنين والكارتة ديال الصجورنو ديال ديمة اللي مكتوبة فيها فاميلياري أووي يعني يخذيتيها عن طريق العائلة هاد الناس خاصوا ميدفعوا إخوان الطالب ديال الجديد قبل ثلاثة في شهر ثمانية ديال الفين وثلاثة وعشرين قبل الصيف الجاي لأنه من بعدها التاريخ هاد الواثيقة ما غادي سبقى عندي إخوان حتى شي فاعدية ولذلك كأنه عندك عر ورقة يا إخوان مساويه والو يجيب تغيير الواثيق بالها التاريخ تغيير ديال الواثيق كيفش غادي تدير لي غادي تبشي عند البوسطة وغادي تقول لي يوم بغايت ندير تجديد كي يعطوك إخوان الكيت كتبشي عند واحد الكاف باتروناتو كي عمر لك المسائل وكتبشي تدفعي إخوان جديد ديال الواثيقة باش يعطوك هاد الواثيقة الجديدة ماذا ت BARA nur 2 وار 10 وار 10's سيارة قليلاً تجيب ان تق حل كلا country وكان A ال strikes yit loanher a 30 one and 30 أرا هاد الواثيق 수�عة وكذه اما анضوان لدي الخلفة يا إخوان والواثيقة ولكون إعودوا منك نحن ر Hostos ل興 باقي عن الفare لي عندهم شخص في العائلة عنده جنسية وتعطاهم Preme see So journal هواية ورقة والناس لديهم الكارتةho So journal اللية تهيا كي غير خليدcito سيارة قبل ثلاثة في شهر ثمانية النسوات المخرج التي يسروا الى الامر ره ما شعر لديه شخص في العائلة عنده جنسية أو انه عنده البرميسو دي الصجورن على شكل ورقة على شكل كارتة سكيدة يعني بلاستيكا ولكن مكتوبة في البرميسو دي الصجورن ديلك كارتة اللي ميطاتة وهد الحالة كتخص الالاف والالاف ديال المواطنين المغاربة اللي يشوفو حاليا حذاري لانه يا إخوان أنا في هد الأسابيع وفي هد الأشهر كلقى دائما شوي واحد في الأسبوع أو في يومين ثلاثة يام سوفيان بغيت مشي للمغرب عندي الكارتة دي الصجور نو الليميطاتة وهذه تقريبا تسع سنين مجددتاش واش نقدر مشي بها للمغرب هذه تلتاشر عام مجددتاش واش نقدر مشي بها للمغرب ولذلك الجواب غيرت يتلقاه في هاد الفقرة الناس اللي عندهم نوع دير هاد البرميسو دي الصجور نو كتبوا في الليميطاتو بيدون حدود خاصهم يغيروا البرميسو دي الصجور نو ديالهم الوقاية التي ستصل عندهم عشر سنين هو بطبيعة الحال كيني يا إخوان حالات اللي خصك تبدل البرميسو دي الصجور نو ديالك قبل عشر سنين ما تهلا إلا بدلت البروفينشو وبدلت العنوان ما تهلا إلا يعني كان عندك واحد الجديد في العائلة زيادات أو أنه الباسبور جددتي ولكن تشي واحد ما كي جدد يا إخوان منك يجدد الباسبور باش نكونوا واقعيين ولذلك مني يوصل عشر سنين خصك تغيره إلا فاتت عشر سنين أراه هو خمكتو في الليميتاتو ما بقاش يا إخوان عنده فعالية خصك لا بده تغيره كنستطر على هاد النقطة بطبيعة الحال الحاجة اللي هي مهمة هو أنه البرميسو ديال ديما اللي هو لكي تعطفت طاليان أراه البرميسو ديال صجور نو ديال سكادي من بعد عشر سنين يعني غير بقون جدوه كل عشر سنين عشر سنين هذا شيء يعني أنه الحق في الإقامة في إيطاليا أراه الواحد منكتو اللي عنده الكارتة ديال صجور نو ديال ديما وخمكتو في عشر سنين ديال سكادي ينسى الحق ديال الإقامة في إيطاليا راك تسبته مدى الحياة بدون حدود راه لكي سكادي هي الوثيقة سكيدا هي لكي تسكادي ما كي سكاديش الحق ديالك في الإقامة هاد نقطة لخصتك المهمة وخغيروا القانون وكل شي القانون راتي يقول بل أنه الحق ديالك باش مقفت طاليان راه مدى الحياة حتى الوحد يتوفى ما يحيدون لكي تشي واحد إلا في بعض الحالات القالية إلا شي واحد درشي نوع ديالجرائم أما اللي كي سكادي من بعد عشر سنين راير هذيك الوثيقة ذيك السكيدا خطتك تغيرها في نفس الحالة الناس اللي عندهم الليميتاتو من يتوصل عشر سنين خطتك تغيرها ولذلك إلافت عشر سنين ومشي شي بي المغرب أراك ميريسكي تقدر ترجع تقدر ما ترجع ولذلك هذو لديه الناس اللي نتافر لهم اللي عندهم أخوان الليميتاتو سكيدا هذي البلاستيك هذو ما عندهم الشاريخ ياخوان آخر أجل 3 في شهر تمنية هذو عندهم آخر أجل عشر سنين سكيدا بقى غادي بها لوقت اللي تصل عشر سنين سيلغيرة أما الناس اللي عندهم آخر أجل هما الناس اللي اذكرنا عندهم البطاقة ذي الإقامة على شكل ورقة يعني عندهم الكارطة القديمة. هذو ما اللي يخصون يغيروا قبل التاريخ دي شهر 8. وانتمنى انه المعلومة تكون وصلت للجميع. وسمح لي لا طول شوية في الشرح ولكن عير باش نوصل للمعلومة لجميع الناس وكل شي فهم وما تبقى شوية ضبابية في الشرح. فهذا الفقر يا اخوان غنتكلموا على اهم حدث اللي وقع على المستوى الدولي هو الخيطاب ديالة الرئيس الروسي ببوتين للشعب ديالو خيطاب لوجه الروسيين وكذلك الى الغربيين. خيطاب للمدة ديالو يا اخوان كانت طويلة وطويلة بزاف. ساعة وربعين دقيقة ديال الخيطاب لتطرق فيها بزاف ديال المواضيع للحرب للأسلحة النووية للمثليين لكذلك العقوبات. وقال بزاف ديال الاشياء اللي هي مهمة ومن بين اهم الاشياء اللي قال هو انه هذك الاتفاقية اللي دار مع الامريكان من بعد ما انه اسقطي اخوان الاتحاد السوفياتي دار واحد الاتفاق على المستوى الامم المتحدة هو امريكا باش انه يتم منع الانتشار ديال الاسلحة النووية. لانه مني كانت الحرب الباردة كل دولة من هاد الدولي اخوان كانت كتشاهد باش تكون عندها رؤوس نووية اكثر ووصلوا انهم كل دولة كانت عندها كتر من ثلاثين الف رأس نووي. ارطا بيتحلف هاد الاتفاق بدوك ينقصوا منهم دابرها امريكا عندها خمسلاف وروسيا عندها ستلاف وباش ينقصوا هاد اسلحة النووية كيكلف الكاتير لانه مواد باش تحتافظ بها بامان يعني كيكلفهم الملايير ديال الدولارات سنويا. المهم اللي كان هو انه هاد الاتفاق بوتيني اخوان قال لانه غادي وقفه ماشي غاي خرج من الاتفاق ولكن عين غادي وقفه مؤقتا لانه مينكش لانه يبقى من خارط في هاد الاتفاق ديال منع الانتشار الاسلحة النووية. ويخلي انه يجيوا مراقبين امريكي المنصة النووية الروسية والغرب وامريكا بغن انه روسيا تخسر في الحرب. بطبيق الحالي اخوان هذا هو اهم حاجة قال في الخيطاب من ناحية السياسة الخارجية. اما فيما يتعلق بالخيطاب كامل اشنو قال وجه بزاف ديال الرسائل الغرب وقال بلا انه مسمهاش حرب كيسميها دائما عمليات خاصة. بعد انه ستسامر ولمناطق اللي تم ضمنها الى روسيا هذو كان مناطق اللي كانت في ملاد بنباس رأي مناطق اللي سيتبقى روسيا الى الابد. وهذه رأي نقطة محورية لانه احنا كنتكلموا علي السلام. زيلانسكي يقول لك باش يكون السلام خاص يخرجوا من المناطق اللي كانت في ملاد بنباس و خرجوا من شبح جزيرة القرم هاتشي يا اخوان مستحيل وكذلك مستحيل انه يلقوا واحد سلام وروسيا ستبقفها داكور بعد المناطق. يعني السلام حاليا بعيد و بعيد بزاف بطبيعة حل بوتين في الخيطاب لدامي يا إخوان دقائق كثيرة تشك كذلك بلا أنه هو الحل كان بغاه سلمي في الأول ما بغاش نهائي الحرب وكان رسل واحد الخطة دي السلام إلى الدول الغربية وحلف الناطو وتمر رفض ديالها ومني شاف أوكراين بلا أنه كنت جاهد باش دخل في حلف الناطو وربما كانوا غير تحطوه فيها رؤوس نووية باش يضمن السلامة ديال البلد دياله طر أنه يدير هاد العمليات العسكرية الخاصة وحاجة اللي هي مهمة الروسيين دائما كتكلموا على واحد النقطة وذكرها كذلك إخوان بوتين في الخيطاب دياله تقولوا بلا أنه الأمريكان من نطاح الاتحاد السوفيتي كانوا وعدوهم بلا أنه ما غادش يتوسعوا وحلف الناطو ما غيدخلش في هذه الدول اللي كانت داخلة سابقا في الاتحاد السوفيتي وهاتش اللي الأمريكان ما احترموش الأمريكان تقولوا بلا أنه ما كانتش اتفاق ولكن الروسيين تقولوا بلا أنه كان اتفاق ربما شفوي يعني عير بالكلام وعير بالهضرة ما بين الرؤساء اللي كانوا في ذلك الفترة وما كيتمشي الاحترام دياله من الغربيين طبية الحال يعني كيتكلمي إخوان على الخداع ديال الغربيين أما فيما يتعلق بالأسلحة النووية قال بلا أنه إحنا ما غادش نستعملوهم نهائيا ومغا نكونوش أول دولة غا تستعملوهم إلى السعب النوام غا يكون عير ربدا على تهديدات نووية ديال دول أخرى خاص الأخرين يستعملوا مملولين إحنا غاد يردوا بهم والحاجة اللي فهم هو أنه لا يمكن أنهم يهزموا روسيا على ساحة المعركة مستحيل واخر الغربيين كيتكلموا على واحد لهذه ما استراتيجيا لروسيا وباغنها أنها تمحمل الخارطة كيف ما يقول بوتين ولكن هي الساحيل أنهم يضمروا روسيا في ساحة المعركة بخلاصة العبارة إلا بغيتوا شي عالم ما فيش روسيا سيروا قلبوا على عالم آخر لأنه قبل ما تحيدون غادي نفرق عهد الرمانة كاملة واتشي واحد ما غايبقى عايش فيها هذه هي إخوان بلابغينا نبسطوها الأقصى درجة بالهضرة ديال الدارجة المهم ما علينا أكد بلا أنه هاد السراع اللي كينفاء أوكراينا ماشي السراع ضد الشعب الأوكراني الشعب الأوكراني اللي على حسب ما قال بوتين هو واحد الشعب محتجز من الأنظمة الغربية اللي خلاتوا أنه هي واللي واحد الشعب فاقير وقال بلا أنه كلمة الدول الغربية أعطات أسلحة طاويلة المادة أو متوسطة المادة إلى الأوكرانيين سنضع الجهة ديالنا باستضمنوا السلام ديال روسيا بخلاصة العبارة إلى الأسلحة اللي أعطيتوهم كتقدر توصل إلى 300 كم سنضع الجهة ديالنا باستدخلوا عندهم 300 كم ونبعدهم على الحدود ديالنا باستضربونا يعني كل ما أعطيتهم أسلحة كل ما السراع سيتمجهد وما سنوقف الحرب بطبيعة الحال تكلم كذلك إخوان على المثليين وقال بلا أنه العائلة رهام تكون من مرأة ومن الرجل وفي جميع الكتب المقدسة توراة أو الإنجيل أو القرآن كلهم يعني مذكور فيهم بأنه رال عائلة تكون عائلة من مرأة ومن الراجل ولكن الغربيين أريد أن يضعوا هذا الشيء في شكل وبكثير من الملايين المواطنين الغربيين سننبههم في واحدة الكارثة روحية وهذا الشيء قال لي مرهجونون وقال بلا أنه لا يسامحهم هذا الناس رهام لا يعرفون ما يفعلون وصلنا لدرجة أنه بعض البريطيات يزوجون الناس اللي هم يمثليين بطبيعة الحال الروسي كان دائما ضد المثلية الجنسية وبوتين يأكد هذا الشيء في الخيطاب اليوم وتكلم كذلك على الاقتصاد وبغي برهن بلا أنه العقوبات لدار دول الغربية لا أطراتش على روسيا وبلا أنه في سنة 2022 كان عنده واحد روكود اقتصادي يعير دي الجوج فاصلة واحد في المائة يعني ما تضراتش بالزاف وكيقول بلا أنه غدي تكون استثمارات في القطاع ديال البناء وفي البنية التحتية الروسية وكيقول بلا أنه ما زال كالازدهار الاقتصادي في روسيا ناهيك على هذا تكلم كذلك على أنه العقوبات لدار الغرب ما هي إلا واحد الآدات باش يخليوا المواطنين ديالنا يسوفروا ويتعذبوا ماشي باش يضربوا الدولة ديالنا بطبيعة الحالي أكد على أنه حتى فيما يتعلق بالبيطالة كي يسجلوا أرقام لي هي ممتازة البيطالة قبل الكوفيد كانت 4.7 وحاليا رهت 3.7 يعني نزلات وهاتش اللي كيف مقال هوية ممتاز عير باش ندروا إخوان مقارنة الديزوكوباتسيوني أو البيطالة في إيطاليا ركت تراوح ما بين 90 حتى العشرة في المائة أو ما بين الشابب ركت تفوت بعض المرات 30 في المائة يعني البيطالة في إيطاليا كينو 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 بززاف أما فيما يتعلق على هذوك الناس اللي لباس عليهم رواسة والغربيين حتاج زليم البطوة ديالهم ولا الحسابات البنكية ديالهم وقالوا بلا أنه هذو الأصدقاء ديال بوتين جوبهم وقال لهم ما كندرش أنه شي مواطن روسي عادي بقى في الحل على هذوك الناس اللي حجزونيهم على الأملاك ديالهم قال لهم الناس اللي لباس عليها كان عليها تستثمر في بلادة وتخلي الفلوس هنا في روسيا وما تخرجش الخارج دابارها الدوها لكم واللي بغي يخدم يخدم على الوطن دياله ما يمشيش يحط الفلوس دياله لخارج وهنا ره كين المستقبل ديالتجارة في روسيا يعني كزاعم المستثمرين أنهم يبقاوا في روسيا وما يخرجوش الأموال إلى الخارج أرطى بيتحالي إخوان هذي أهم الأشياء اللي قال باش رجعوا يا إخوان على الخيطة بالليقال بايدن سريعا لأنه بايدن تكلم عربعة وعشرين دقيقة ثلاث وعشرين دقيقة تقريبا مشافن في السياق يعني قال بلا أنه احنا غانبقوا ندعمه دائما أوكراينا في الصراع ديالها ضد روسيا وبوتين قال احنا ما غانحبسوش حسنا وصلوا لأهداف ديالنا ولذلك الصراع ما زالي إخوان نستمر بايدن في الخيطة دياله ما قاش حاجة اللي هي مهمة وما راتش على أنه روسي خرجاتي إخوان من هذك الاتفاق أو وقفاته مؤقتا ديال منع الانتشار ديالأسلحة النووية وهذا الشي اللي يوقع اليوم يا إخوان فهذا الفقر يا إخوان غنطرقوا لهذا المعلومة اللي بزدية الإخوان والأخوات في الأيام الماضية كانوا كيتواصلوا معايا عن طريق الإنستغرام وتيقولوا ليس فيان تكلم لينا على هذك العلامة التجارية اللي فيها واحد الدفضى عه في الوسط ولي فيها هات الجرانة بالطبيعة حالي إخوان هذ العلامة خصوصا بعد القرار اللي اخذ الاتحاد الأوروبي مؤخرا لأنه لكي يسمح بالبيع ديال الفارينة ديال الجراد والفارينة دياللي بخوش في الاتحاد الأوروبي بزب ديال النس ضلنات أنه الأمر عنده علاقة يا إخوان بالموضوع خصوصا أنه كي اللي كي العب على هذك شيء وكي اللي كي ينشر الشائعات يعني كينن فيديوهات في تيك توك اللي كيقولوا بلانه هاد العلامات كتعني انه البروذي فيه بخوش ورا فيه عدة مسائل الحقيقة ديلة الامر يا اخوان ليست هكذا وباش نقصر عليكم الشرح بزاف وكل شي فهم كينن بزاف ديل العلامات ويعني صعيب انه نفهمهم كاملين اللي كتحط على المنتاجات من بينها العلامة ديل الحلال للوقاية اللي كتحط على واحد المنتاج كتعني انه داك الحمل لك يتباعه لذاك الدجاج ولا واحد الكاشير ولا اي حاجة اللي مكتوب عليها ديك العلامة ديل الحلال بلا انه كتحتارم الشريعة الاسلامية وبلا انه المسلم يقدر يياكل هوي السهلكة يعني عير هزها وعير شريها را يعني عندها المعيار ديل الحلال نفس الامر يا اخوان ينطبق على هاد العلامة اللي مكتوب فيها رينفورست آليانس واللي هي ديل واحد المنظمة او مؤسسة غير حكومية وانتجي لتنشآت الف وتسعمية وسبعة وثمانين وهي نشيطه في 30 بلد في العالم وكتكنترولي حوالي مليون ومية آلاف هكتار ديل الاراضي الفلاحية اشنو كتعني هاد العلامة كتعني بلا انه هذك المنتج اللي انتهي كتشري وهاد العلامة تقدروا تلقاوه على القهوة على الكاكاو على اتي البانان الانانس القصر ديل السكر الزيت ديال ناخيل والزيت ديال نوار الشمش او ديل الصوية هذي كلها منتاجات تقدروا تلقاوه عليها هاد العلامة كتعني انه الشركة اللي نتجاد ذاك البروذوي احترمات تقريباً واحد لعدد كبير ديال المعايير اللي تقدر توصل حتر ربعة وتسعين معيار كتتعلق أولاً بالبيئة وكذلك معايير إججماعية يعني هناي إخوان لا إحارات طاويلة ولكن باش ما تطوش عليكم خصوهم يحترموا العمال ويعطيهم أجور مزيانة اللي كتحترموا القوانين المحلية ما يعطيهم شقل من السميك خصوهم يحافظوا على المياه ما خاش شكون موادي إخوان اللي كتدور بالبيئة يعني في الزراعة ديالهم ولذلك أربعة وتسعين معيار خاص على الأقل يحترموا نص ديالهم وكين واحد نشر معيار اللي إجباري أنه الواحد يحترمها باش يقدر أنه يحط هاد العلامة على المنتج دياله ولذلك هاد العلامة نقدر نقوله أنها علامة ديال الجودة علامة ديال أنه داك البرودوي راه واحد البرودوي اللي كيحترم البيئة وكيحترم كذلك الكرامة ديال الفلاح وديالة الناس اللي خدموا باش ينتجوه باش يوصلوه لك للسوق هذا هو الشرح دياله وما كيعنيش نهائي شي علاقة يا إخوان ما بالحشرات وأشياء من هاد النوع هاد العلامة هذا هو الشرح دياله الواحد اللي كين واللي قال لكم شي حاجة أخرى رايير يكذب يا إخوان أما فيما يتعلق الفارينة يا إخوان حيث مؤخرا راجوا بزاف ديال الفيديوهات الفارينة ديال الحشرات وديال الجراد أنا براسي وبعيني يا إخوان أبودني سمعت الدكتور اللي هو يمشهور في المغرب لا دعي لذكر الاسم دياله اللي تيقول بلا أنه جميع المطاح الأوروبية غتو اللي ملزمة وراه ولي عليها إلزامي أنها تحط الفارينة ديال البخوش والفارينة ديال الجراد في الأكيس ديال الفارينة العادي قبل ما تخرج من المطحانة يوم نعمن عن باتا أنه يخرج شي ساك ديال القمح أو ديال الفارينة مطحون بلا مطحن فيه كذلك الفارينة ديال البخوش وهاد شي يا إخوان اللي كيقوله وهالسيد اللي هو طبيب ولا اللي هو محترام ولا الناس Ồ Kend мои haba وال cuarto طبعه ولا اللي فاد بزاقة دية الناس ولكنea اخوان را يقدر يصدقوا واحد اللي سكنE في المغرب واحد ساكن في المغرب غاي ساتس تسمع الدكتور قال ذيكو لهذه بترويamp fís حي classmates الله يحسن حياه الناس هادوني في أوروبا غايوي اللي كان يكون PUPLI خل behöver divas عددا غير الفارينة باسم الدكتور فارينة العادية أما واحد اللي في أوروبا ما تسنىش دكتور في المغرب يقولك هاد المعلومة يكفي أنك تدخل لجوجل وتكتب مولينو غيطلعو لك جامع لمطحانات اللحدة المنزل ديالك وكاين نومر ديالهم قالوا السلام عليكم واش بالصحنية تلزموا عليكم أنكم تحطوا الفارينة ديال بخوش في الأكيس ديال الفارينة العادية غيقول لك لا تم لا تم لا تم لا تم لا هاد السيدي إخوان وخا عنده الإجازات وخقاري راك يبقى إنسان والإنسان معرض للخطأ وبطبيعة حل هذه عير معلومة صحيحة الناس اللي كتبعوه ربما تظن أنه جامع الفارينات غيو اللي يدري فيهم البخوش لأنه هو كان النصيح اللي يعطى هو أنه الوحد يشري القمح وينقيه ويشري طحانة في الضرب ويطحن في المنزل دياله في عوض ما أنه ما يشري الفارينة من عند قزار ولا يشريها من عند السوبرمارشيات هذه النصيح اللي كان يعطى ولكن يا إخوان النصيح في حد ذاته ر شكيلة لواحد اللي بغي يدري هاد الخشيار كيبقى حر ولكن المعلومة اللي تتعطاش في ذاك الفيديو اللي انتاشر راها معلومة كاذبة وغير صحيحة ويمكن ليكم بريوسكم ما تسنوشي واحد آخر تزو التليفون وتعيطوا لأي مطحنة في طاليا من الشمال ديالها إلى الجنوب دياله وأصلا الفاريناي إخوان ديال الحشرات راها موكلفة راها الباصطة اللي غادي شو اللي تصيبه إخوان في طورينو بالفارينا ديال الشجراد راها دير 30 أورو الكيلو واشو ما غي يز لحد الأوروبي صارحة يا إخوان راكف ما قلت لكم ما فيش حاجة لتخلع ما كانش حاجة اللي هي غادي حطوها لك غداء عتى غا تلقاه فجأة لا راها قانون اللي عنده معايير جد 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 صارمة وما يمكش أنه ما بيعودك الفارينا لأي شخص نهيك على أنه كينا ناس اللي عند الحساسية خيبة ويلك كانوا منتجات من هذا كل نوع يقدروا يتوفى ولا تقدر تجي موحد الكريس خيبة راها ماشي وجي حط الفارينا ديال الحشرات في أي منتج بغيتي ولا بغيتوا تسمعوا لهذا را لأنه صافراء المسلمين غاولي وياكلوا الحرام أرغيت عدوا عليكم حيث بالناس كتعجبها هادل هادرق حريني إخوان صدقوها لبغيتوا تصدقوها